أرجأت وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقة التربية التي كانت مقاررة الشهر الجاري في انتظار رد الحكومة على المناصب الإضافية التي طالبت بها وزارة التربية والتي من المقرر أن يتم رد عليها في غضون هذين اليومين وكشف عبد الحكيم بالعبد مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية أن مصالحه لا تزال في انتظار رد من الحكومة على الطلب الذي تقدمت به الوصاية منذ فترة لمنح القطاع مناصب إضافية للتوظيف لسد الاحتياجات التي تعرفها القطاع والنتجة عن تسلم المؤسسات التربية الجديدة المقررة للموسم الدراسي المقبل لانتفادي تسجيل أي عجز مع الدخول للمدرسي المقبل وأوضح المتحدث أن مديرية المستخدمين ستتلقى ردا على عدد المناصب التي وفقت عليها الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة علما حسبه أن هذه المناصب ستضاف للتي تم إحصاؤها إلى غاية نهاية السنة والمقدرة بسبعة آلاف منصب وعن تاريخ إجراء المسابقات التي كانت قد أعلنت الوزيرة نورية بنغبريط أنها ستنظم في شهر مارس الجاري للالتزام بضمان التدريس خلال أول يوم من الموسم الدراسي المقبل قال ذات المسؤول أنه يرجح أن يتم تنظيمها أواخر أفريل أو شهر ماي المقبل على أقصى تقدير حتى يتسنى تحضير جيد للموسم الدراسي المقبل حتى يتسنى فرض الرقابة البعدية للوظيفة العمومية عليها قبل الإعلان عن النتائج وتعويض أي مناصب يتم إلغاؤها من طرف الوظيفة العمومية هذا وأكدت وزارة التربية الوطنية أنها حذرت مشروع مرسوم جديد متعلق بتصنيف الرتب ودرجاتها لعرضه على الحكومة في الأيام المقبلة